هذا وانتقدت السلطات في مأربوى منظمات حقوقية المواقف الدولية المتساهلة مع الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون وقالوا إنها شجعت وتشجع الميليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية دون خوف من عقاب أو رادع جاء هذا خلال فعاليات حقوقية نظمها مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة ومنظمات حقوقية إحياء للذكرى الأولى لمحرقة الطفلات ليان ذات الثلاث سنوات ودع المشاركون المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف الحازم إزاء السلوك الإرهابي والجرائم الإنسانية لميليشيا الحوثي والانتصار للمبادئ الإنسانية والتحرك الجاد لمحاسبة الميليشيا الحوثية على هذه الجرائم وتصنيفها كمنظمة إرهابية وإحالة قادتها إلى المحاكم الدولية حتى لا يفلت من العقاب وشملت الفعاليات التضامنية حفلا تأبينيا للشهيدة ليان وشهداء المحرقة إلى جانب وقفة احتجاجية وزيارة مقبرة الشهداء ووضع إكليل من الزهور على قبر الطفلة ليان وقبور شهداء المحرقة الإرهابية اليوم هو الذكرى الأولى لمحرقة ليان الفتاة ذون الخمسة الأعوام التي أحرقها الحوثيين عندما استهدفوا محطة وجود في مدينة مارب تأتي هذه الذكرى والطفولة في مارب لا تزال في مرمى النيران الحوثية لا يزال الأطفال يسقطون قبل ليان وبعد ليان ولا تزال الممتحدة تغوض الطرف وتتعامل بالمعاملة الوذيعة واللطيفة مع جماعة الحوثي المسلحة نحن في مظلات المجتمع المدني نثقنا سقوط أكثر من ألف ضحية قتل وإصابة من الأطفال من الأطفال خلال سبع سنوات من الحرب استهدفتم طيران الحوثي طيران مسير تابع للحوثي أيضا الصواريخ العشوائية التي يسقط على الحياة السكنية أيضا الأرقام نزروعة في جميع مناطق محافظة المعرب أكثر من ألف ضحية ما بين قتل وإصابة من الأطفال خلال هذه السنوات